تحتفل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في يوم الخامس عشر من يناير من كل عام بمناسبة يوم الطفل الخليجي نعم وهي مناسبة خليجية تسلط الضوء على ما تحقق من اهتمام ورعاية لهذه الفئة التي تشكل اللبنة الأساسية لجيل المستقبل ضمن منظومة من السياسات والقوانين والبرامج في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى وبدعم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي مملكة البحرين فئة الأطفال رعاية صحية وتعليمية واجتماعية وتنموية في جميع المجالات وما يؤكد موقف البحرين الداعم لحقوق الأطفال هو انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها لاختياريين ثم سن قانون للطفل في عام 2012 وهو التشريع الذي أرسى حقوق الطفل ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية لصيانة هذه الحقوق والمكتسبات التي حققتها هذه الفئة وجاء بعد ذلك قانون الحماية من العنف الأسري في عام 2015 ليشكل مرجعا لتحقيق الأمن الاجتماعي في الأسرة كما صدر قانون الأسرة في عام 2017 ليرسخ من حقوق الطفل ضمن منظومة الأسرة باعتبارها الكيانة الجامعة للاستقرار وشكل قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة إنجازا حقوقيا رائدا للبحرين وذلك من خلال ما أتاحه من تدابير متقدمة ومواكبة للعصر في التعامل مع السلوك الإجرامي للأطفال وكيفية معالجة الجنوح في سلوكياتهم بما يعيدهم أفرادا صالحين في المجتمع ومن خلال ما ينص عليه القانون من إنشاء محاكم للعدالة الإصلاحية وتنظيم العقوبات البديلة وتدابير الحمائية للأطفال تقدم الأوطان يقاس بما تحرزه من تقدم في المستوى التعليمي والوفاء بأهداف التنمية المستدامة وفي هذا الصدد رفعت البحرين نسبة التحاق الأطفال بالمرحلة التعليمية الأساسية والثانوية إلى 100% واستمر الحق في التعليم بالرغم من الظروف العالمية بانتشار جائحة فيروس كورونا حيث واصلت المدارس نشاطها عبر الاتصال المرئي ومن خلال استثمار الوسائل التكنولوجية بشكل حافظ على استمرار نيد الأطفال للمعرفة وهذا ما يؤكد الحرص المستمر لدى فريق البحرين في تعزيز حقوق الأطفال وحماية مصالحهم بمختلف المجالات وما يدلل على أن البحرين تسير في الطريق المؤسساتي الصحيح في إدارة ملف شؤون الأطفال هو إطلاقها الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي اعتمدتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسيف واستهداثها نيابة متخصصة للأسرة والطفل إلى جانب المبادرات الأخرى مثل إنشاء مركز لحماية الطفل وغيرها من الخطوات الرائدة في مجال تعزيز ورعاية وحماية حقوق الطفل